السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طاهر أبو زيد وده الجزء الثاني من يونيت 1 نمبر 1 ديكريز إز آ أو آن سبيس فور بوست ديكريز بالنسبة لبوست هتكون إيه ديكريز يعني يقل طبع بالنسبة لبوست طب ما تبقى مستر أبوزت وكمان تبقى أنتنم مدام هي أبوزت وأنتنم يبقى لاتنين صح يبقى لإجابة إيه و سي تو سبيس إز مرادف تو سيفير يعني شديد وقاسي طيب إبعايزين سيريس لأن قريبة منها بالمعنى وينكاريج ذا ذيكتمز إحنا بنشجع الضحايا تو توك فريلي إن هما يتكلموا بحرية about their experiences التجارب اللي مروا بيها إنكاريج المرادف بتاعها إيه المرادف بتاعها بوست my company collaborated with a German firm يعني الشركة بتاعتي تعاونت مع شركة firm يعني شركة صغيرة المانية to develop the product عشان يطواروا المنتج what does the word develop mean develop معناها إيه أكيد هنا معناها compare يقارنوا prove destroy ولا improve improve هنا معناها يحسنوا المنتج بتاعهم the advantage of this system is its flexibility الميزة بتاعت النظام ده هي المرونة بتاعته عايزين كلمة مرونة flexibility here can be replaced with يعني بتساوي إيه المرونة بتساوي resilience resilience يعني مرونة برضو here progress hasn't been hindered by here lack of experience يعني التقدم بتاحها لم يتم إعاقته hindr يعني يعيق بواسطة lack of experience يعني نقص الخبرة عايزين بقى hindr اللي هي يعيق عايزين عكسها بقى ما هو prevent يعني يمنع improve يحسن discourage يعني يقلل أو يحبط improve يعني يزبط لا يبقى عكس hindr improve إن هو يحسن عشان إنت هندر ده معناه يعيق ويوقف number seven number seven we must space our immune system to keep healthy لازم نعمل إيه في الimmune system الجهاز المناعي علشان نظل بصحة جيدة لازم إن إحنا نبوست نعزز ونشجع ونطور ونقوي كل ده نفس المعنى the immune system الجهاز المناعي since not to find the virus that attacks your body طيب هو بيعمل إيه؟ بيبعث sales بيبعث خلايا علشان خلايا اللي هي أصده يعني كرة الدم البيضة علشان يجد الفيروس اللي هو إيه بيهجم على جسمك the boss gave the staff الريس إدى لهيئة العامدين الناس الشغالين في الشركة a pep talk يعني حديث تشجيعي بيشجعهم يعني this morning in an attempt يعني إدهم حديث تشجيعي أو شجعهم to attempt يعني محاولة يعني try to not sales عشان يعمل إيه في sales؟ عايز يعمل فيها boost علشان يعززها قوي يزاود المبيعات a good diet النظام الغذائي الجيد can help to support your أكيد يعني immune system سهلة دي food must be heated to a high temperature لدرجة عالية درجة حرارة عالية to kill harmful علشان نقتلل إيه المؤزي أكيد هتبقى the harmful bacteria البكتيريا المؤزية the doctors have attributed the cause of the illness to unknown طيب إن الدكاترة أرجع سبب المرض إلى إيه غير معروف إلى virus غير معروف the doctors discovered الدكاترة اكتشفوا cancerous cancerous دي صفة من كلمة cancer يبقى دي بدن فيها OUS تبقى صفة فمعنها سرطاني يبقى cancerous cells يعني خلايا سرطانية number 14 do your muscles عضلاتك have the strength يعني القوة and نقط أو space that they should have يبقى عايزين strength and resilience boost the number of toys the shop sell يبقى أكيد boost boost يعني يزود عدد الألعاب اللي المحل بيباعها he tries to keep his professional life هو بيحاول يحافظ على حياته المهنية completely not from his private life عن حياته الشخصية يبقى عايزها منفصلة عن حياته الشخصية يبقى separate separate منفصل teachers should not their students to take part in school activities يشاركوا في الأنشطة المدرسية خلاص أكيد يبقى encourage يشجع 19 he is a or an space أو مسافة نقط of the local tennis club يبقى هو أكيد عضو بس عضو في جسم الإنسان اسم أورجن نمع عضو في مجموعة اسمه ميمبر تمام number 20 number 20 عشان تزعلوش you're الاتنين صح 20 20 your ears ودانك eyes عيونك tongue لسانك nose and skin وجلدك are your sense يبقى sense organs اللي هالأعضاء في جسم الإنسان recent advances التقدمات الحديثة in نقط science mean that this illness can now be cured يبقى التقدمات والتطورات الحديثة في إيه science يبقى الأكيد في في medicine science ولا medical science medical طب شمعنا عشان science اللي هو noun فنعايز قبل noun adjective والأدجكتف هي كلمة medical طب كده معناها التقدمات الحديثة في العلم الطبي أو العلوم الطبية means that this illness ده معنا أن هذا المرض can now be cured يمكن علاجه أو شفاءه cure يعني يعالج أو يشفي من مرض my job doesn't allow me to fully use my الوظيفة بتاعتي مش بتسمح لي إن أنا استخدم my skills مهراتي average earnings يعني الحاجات اللي أنت بتكسبها earnings اللي هي الدخلة أو الأرباح يعني average المتوسطة for not workers are rising يبقى for skilled workers أي مستر اللي عرف كنا skilled workers ده ناون والناون أنا محتاج بقبله adjective زي ما اتفقنا فوق فالأدجكتف هي skilled يعني ماهر the long hot summer has led to led to يعني أدى إلي يبقى الصيف الطويل الحار أدى إلي نقط water shortage يبقى serious water shortage طيب ليه يا مستر برضو اخترت serious علشان water shortages يعني نقص في المياه وده برضو اسم فأنا محتاج برضو صفة تمام the defending the defending الدفاع نقط will play her first match هيلعب المطش الأولين بتاعه of the tournament الدورة التنافسية tomorrow طيب خلاص يبقى champion دوت يعني الشخص أو البطل اللي بيدافع عن اللقب بتاعه فبنسميه defending champion these organizations or organizations هذه المؤسسات أو المنظمات have very hard بشدة for the rights للحقوق and welfare والرفاهية والرخاء بتاع immigrants اللي هما مين المهاجرين على فكرة برضو ممكن نقول migrants على طول ممكن نشيل i-m ده برضو مهاجرين اللي اتنين معناهم مهاجرين طيب يبقى have have fought يعني قاتلوا من أجل حقوق ورفاهية المهاجرين they will clean their hands when I ask them هما هيخسلوا إديهم لما أنا أطلب منهم but I always have to remind أنا لازم أفكرهم بنفسي remind يذكر شخص آخر 28 it's great it's great that some of your friends are going to not a first aid course طيب first aid course بتاخد take a course يعني ياخد كورس يعمل دبلومة تمام أو ياخد كورس يعني desperate measures إجراءات يائسة زي ما بنقول كده are needed to deal with the drug problem يبقى المشكلة بتاعة المخدرات المتزايدة طب ما أنا عايز كده صفة يبقى يبقى لازم ناخد إجراءات خلاص بقى ما فيش رجوع فيها خلاص إحنا ابتدينا نيئة من كدر المخدرات فإحنا عايزين بقى لناخد إجراءات صارمة جدا إجراءات سريعة علشان إن إحنا نعالج مشكلة المخدرات I look forward لازم تاخد بعدها two يعني look forward to يعني تطلع إلى fresh fruit and vegetables الخضروات والفواكه الطازجة from form and important part of يعني بتشكل جزء مهم جدا من healthy diet healthy diet يعني نظام صحي نظام أكل صحي investigators المحققين are still trying to determine يحدد the نقط of the accident طيب the reason عايزة for أم المين اللي بتاخد off لا إحنا عايزين cause cause هي اللي بتاخد off thirty three the skin is the body's largest أكبر عضو في جسم الإنسان إيه ده ده مش موجود أصلا مش هتنفع فيروس أكيد مش هتنفع سل لأنه هو مش خالية واحدة وأكيد مش ممبر وهو مش جهز مناعي فللأسف number thirty three هتبقى الإجابة بتاعتها Oregon ليش غلطة مطبعية مع الشجمعة thirty four what should you do to not healthy healthy طيب healthy يعني صحي طب يجب تعمليه عشان تفضل صحيتك كويسة يبقى stay 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 يعني يققى أو يظل في صحة جيدة number thirty five I really think you should أنا حقا أعتقد أنت يجب join them تنضم لهم because everyone has to know how to not first aid first aid بتاخد perform وبتاخد كمان do يقوم بعمل السعفات الأولية thirty six in no time I will travel to London طيب يا مستر أنا بقول بقى في خلال بدام في time يبقى أنا مضطرة أخد حاجة فيها apostrophe S طب أخد يا أم أكيد مش هتنفع لي ولا هتنفع لي لو في time محتاج apostrophe S طيب ال apostrophe S تتحط جوه ولا بره هشوف لو two weeks دولة جمع يبقى ال apostrophe بره لو two weeks دولة مفرد أحطهم جوه بس إزاي مستر two weeks مفرد ده two weeks دول جمع فيبقى الأجاب أكيد ال apostrophe بره الكلام ده لما يكون في كلمة time we must also not sure make sure على طول make sure يعني يتأكد the waiter asked if we were all together so I explained الجرسون اللي نهوانتو كلكم مع بعض يا جماعة so I explained أنا شرحت له وفسرت له that we were two parties إحنا جماعتين إحنا اتنين يعني مجموعة ومجموعة مش مجموعة مش كله مع بعض يبقى إحنا مجموعاتين منفاصلتين يبقى separate أكسدنس نقط أكير أكير يعني happen يعني take place يعني يحدث أكير on this يعني المنحنة اللفة اللي هو يعني طيب بشكل مستمر بشكل منتظم يبقى طيب يبقى يسبب المشاكل do trouble ولا cause trouble لا cause trouble يسبب المشكلة يعني هي استغلت سحرها النسوي يعني النسائي يعني إنتو عارفين إنتو عارفين إنتو عارفين يعني هي استغلت بقى الأنثتها to not him to change his mind طيب يبقى persuade him عشان تقنعوا النواة يغير رأيه ما علينا number 42 he wouldn't give the reason reason بتاخد for or قلنا نما cause بتاخد of of number 43 he didn't seem very interested interested بتاخد حرف القرئن مهتم بي I can't help I can't help بدي معنى لا أستطيع التوقف عن يعني مش بإداية غصب عني طب بيجي بعدها يا مستر بيجي بعدها ing إذا اكتب عندك I can't help بيجي بعدها ing معنى مش بإيدي غصب عني all my teachers encourage you to not something of yourself كل المدرسين بتوعي بيشجعوك إن انت تعمل حاجة خاصة بك لنفسك يعني do something إن انت تقوم بعمل شيء always not your work for mistakes in spelling grammar and punctuation دايما تعمل ايه الشغل بتاعك لما الكتابة يعني أو العمل بتاعك من الأخطاء ان انت mistakes الأخطاء بتاع spelling الحروف مثلا فيها حروف غلط grammar في القواعد أو في punctuation خلاص يبقى check check يعني لازم تتفحص شغلك لازم تركعه I think you not the right to do what you did يبقى أنا أعطقل إن انت لديك الحق يبقى you have the right لديك الحق في number 48 practice is the best way to not your French طيب يبقى to improve your French ده التمرين أفضل حاجة عشان تطور اللغة الفرنسية بتاعتك what can I do to not my cousins to change how they behave خلاص يبقى persuade أعمليه علشان أقنع آآ 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 يبقى أكيد لما نكح كف the not is our body's shield shield يعني درعة against infection العدوى أو المرض أكيد the immune is our mind the heart immune system is our body's shield against the infection immune system نقص برضو system طيب يبقى هنختار إيه بس للأسف لازم نزود لها system more money is needed to not industry محتاجين فلوس أكتر علشان boost ندعم الصناع a not click can make lots of people very ill ممكن يخلي الناس كتير عيانة الفيروس أكيد number fifty four he not loudly to warn warn يعني يحذر them he was coming يبقى عمل إيه بس و تعالي أكيد he coughed you can see a of an onion onion لها بصلة يعني using a simple microscope بيستخدام microscope بسيط جدا يبقى تشوفت السل بتاعتها الخلية he was bound and gagged طيب ديت معناها تربط يعني ربطوا and gagged وحطوا كمامة أو حاجة على بققه يعني عشان يسدوا بققه and يعني حطوا أي حاجة بتقفل البققه خلاص and lift in a واسبوف ايه لمدة ثلاثة أيام أكيد بقى سابوف زنزانة بدا بيمرمطوا في كده number 57 he went to the market not buy some bread يبقى هو راح للسوق علشان يشتري بعض الخبز يبقى in order to buy some bread يعني لكي بيجي بعدها المصدر come on boys يالله يا شباب let's not some work طيب اسمها do work يعني نقوم بعمل بعض الشغل ما عايزين نشتغل شوية بقى you not phone him now it's very urgent بدام urgent يعني عاجل فانت لازم بتتصل بي دلوقتي يبقى must when you go to Alexandria you not visit the library it's amazing خلاص يبقى دي اسمها دعوة قوية نصيحة must I do it وانا لازم عملي الكلام ده no you not it is not necessary يبقى انت مش محتاج مش محتاج يعني needn't we didn't have much time yesterday so we had to شان yesterday كنا مضطرين نسرع هاري يعني يسرع he not to go to sorry number five he not to get up early so he didn't خلاص يبقى ما كانش مضطر زمان يبقى didn't need to شان هو ما صحش أصلا don't tell anybody what I said you not keep it a secret خلاص دي نصيحة قوية طب يبقى must we've got plenty of time يعني عندنا وقت كتير وفرة من الوقت we not harry هل إحنا كده مضطرين نسرع لا طبعا تنفعشوا doesn't عشان we دي يتجمعي بقى needn't I have to talk to علي أي نقط forget to call him تذكرة قوية للنفس يبقى I must لازم تنسى تكلمه لا I mustn't ما ينفعش هنسى أكلمه عشان كتب لك أنسى يبقى ما ينفعش هنسى أكلمه هاني نقط where يرتدي أسوت يعني بدلة to work but he usually does طيب هو مش ما ينفعش have to علشان عايزين هذا عشان ده مفرد وبرد دي ده غلط يبقى احنا عايزين حاجة في هاس فمش هتنفع طيب doesn't have to يعني محدش بيكبره ان هو يلبس بدلة للشغل بس هو بيروح بقى مع نفسه يعني هو بيلبس مع نفسه can I talk to you ممكن اتكلم معك لا سمحت قالوا sorry I not go now I'm late خلاصي بقى أنا مضطر طيب بس ازاي has to I ما بتاخدش has to I بتاخد have to طيب we need محتاجة خلاصي بقى مصد بقى أمري إلى الله I'm not working tomorrow ومعندي الشغل بكرة So I not get up early طيب ولذلك مش مضطرة صحة بدري بس I ما بتاخدش doesn't تاخد don't have to Why did he get up early اللي صحة بدري He not got up so early طيب got يعني تصريف ثالث ما فيش غير need انتهف وتصريف ثالث هي اللي بيجي بعدها تصريف ثالث في الوحدة دي need انتهف وتصريف ثالث number 13 I must finish all my work today لازم خلاص كل شغلي النهاردة or I will not work tomorrow يبقى I will have to عشان اللي بيجي بعدها ال infinitive وال infinitive هو have to واللي ما ينفعش يجي بعدها must ما ينفعش يتنين ناقص وربعة number 14 You not phone him because I have already talked to him خلاص أنا كلمت ويبقى أنت مضطر؟ لا مش مضطر مش مضطري يعني don't have to number 15 Can I talk to you please ممكن نكلمك لو سمحت قال له سوري أنا آسف I know I go now I'm late for a meeting طيب يبقى I must جديد قريبا نفسي نقوم لها اللي فوق طيب number 16 علي نقاط lose lose some weight يعني يخس شوية أو يخسر وزن his doctor said so then he must then he must go on a diet خلاص بس هو مضطر يعمل كده يبقى has to غصبا عنه الدكتوري اللي أمره number 17 I not go to the bank today I have enough money طيب يبقى أنا محتاج كده لا مش محتاج مش مضطر ما أنا عاية فلوس يبقى needn't is it a أو an بدام a أو an يبقى أنا محتاج اسم والاسم هي necessity بس ما فيش necessity خلاص يبقى a must إذا هي must فعجب قبلها a ومعداته a لما تبقى noun هنا هنا معناها ضرورة following rules of cleanliness يعني اتباع قوانين النظافة is a أو an to avoid infection يبقى a أو an برضو must is a must ضرورة I know how to clean the house today it's dirty I will help you يبقى I must clean the house عشان بتقولها إنه قاضر وانا هساعدك You know how to be late for work I know I am leaving now يبقى ما ينفعش تتأخر على الشغل يبقى you mustn't I know how to go to the library to borrow a book يبقى أنا محتاج أروح اللايبراري ما ينفعش شو two ولا must two ولا might two ما فيش غير need two You know how to go to the bank I can lend you some money أنا ممكن أسلفك إبقى أنت مش مضطر مش مضطر ما فيش حاجة اسم a needing to two needing to بتجي لوحدة هيبقى you don't have to children not wear a uniform in primary schools الاطفال يلبسوا يونيفورم في المدارس الابتدائية طيب ما هو ده قانون عام القانون العام must children must wear a uniform I really not buy my mother a present on her birthday One should be grateful الواحد منه لازم عنده دم كده هو لازم يكون ممتن الولدته grateful ممتنه أشكر الله يبقى I really must دعوة حرة أو نصيحة قوية أو التزام داخلي هنا التزام داخلي number 26 it is desirable يعني مرغوب فيه to get up early يعني حكا حلو أنت حابدري you not get up early خلاص ما you must برضو نصيحة قوية poor honey go to hospital yesterday after he has hurt his hand بدم يسردي باهت it's a forjana to tidy her room it's a ما في شي غير a must must for someone to will muster must هنا اسم the sign in the park says that that people not walk on the grass يبقى العلامة أو اللافتة يعني اللي موجودة في المتنزه بتقول إن الناس ما ينفعش يمشوا على العشب يبقى mustn't I don't want anyone to know about our plan you not tell anyone ما ينفعش تقول لحد يبقى you mustn't أو عتقول لحد number 31 we all not to be careful to keep clean and wash our hands so we don't catch illness like COVID-19 يبقى احنا كلنا لازم نكون حريصين بس في two مش هينفعه مست للأسف ولا mustn't ونحن جامعة فتاخد have you not phone him before 3 pm he won't be available after that مش هيبقى موجود أو إنوا فضيلك أو متوفرة أو متاح يعني بعد كده خلاص يبقى أنت مضطر غصبا عنك كده تكلموا في الكلام ده في الوقت ده يبقى you have to we haven't got much time عندنا شوقت we لازم نسرع we must تبقى عشي هستو عشان we جامع on traveling abroad لما تسفر برا you always not carry your passport يبقى أكيد لازم تبقى معاك الباسبورت بتاعك كل شوية يبقى you have to مضطر I not to wear glasses for reading بدن في to يبقى أكيد have I have to I can manage the shopping alone أنا بعرف أعمل التسوق الواحدي you not go with me انت مش مضطر يبقى you don't have to I had tooth ache عندي ألم في سناني last night بس دنبارح I not see my dentist طب ما كلام دنبارح يبقى had to last night applications applications number 38 applications for the job يعني استمرات التقدم لوظيفة معينة نقط بي ريسيفد يعني يتم استلامها بحلول 18 مايو يبقى بس الابليكيشنز جامعة صح؟ يبقى have to be received لازم يتم استلامها استلامها you not be here on time every day our boss is an unforgivable person شخص ما بيسامحش خالص يبقى أنت لازم كنا غزبا عنك يبقى you have to I not work from eight thirty to five thirty every day أنا متطر اشتغال من تمانية ونص من خمسة ونص كل يوم خلاص يبقى أنا غزبا عني الكلام داي بقى I have to فيه اقتراح صغير بما أننا نويني ان شاء الله انكطر الفيديوهات شوية الفترة الجاية بما أن سيادة الوزير قال إن احنا هنجيب الامتحان أولى وتانية سنوية زي امتحان تلتا بالزبط يعني كله اختياري مفيش كتابة فممكن نعمل فيديوهات قصيرة كده خفيفة لإزاي نعمل الترانسليشن بس choose يعني إزاي نعمل الترانسليشن اختياري نعمل فيديوهات بسيطة كده صغيرة ونتدرب على كلام ده لو أعجبكم كلام ده كتابوا لي في الكومنتس وأشوف الناس عايزة هي إن شاء الله نعمل قريب أشوفكم قريبا بسرعة إن شاء الله هنحاول نكطر في الفيديوهات في يونت 2 السلام عليكم